على امتداد 45 سنة الجزائر انفقت 375 مليار دولار لانهاك المغرب في كل يوم يمتص جنرالات الجزائر 23 مليون دولار من خزينة الشعب الجزائري لتمويل الحملات العدائية ضد المغرب فعلى امتداد حرب الاستنذاف التي تخوضها الجزائر ضد استكمال المغرب لوحدته الطرابية منذ عام 1975 انفقت الطغمة الغسكرية بالجزائر مبلغ 375 مليار دولار طوال 45 سنة اي بمعدل 8.5 مليار دولار في السنة وهو ما يفيد ان الجزائر تخصص كل سنة 4.7% من ناتجات داخل الخام لتمويل التحرش بالمغرب والمس بحق المشروع في استرجاع الصحراء وكمثال على نهب موارد الشعب الجزائري لتحويلها للبوليساريو وللمنظمات الحقوقية الدولية والى اللوبيات المعادية للمغرب نذكر ان مجموع موارد ميزاني تجهيز بالجزائر خلال عام 2019 لم تتجاوز 3 ملاير دينار اي ما يمثل 23 مليون ومائة وخمسين الف وستمائة وثمائة وثمائة وسبعين دولار امريكي بمعنى ان حجم ما انفقه عزقر الجزائر ضد المغرب في سنة 8.3 مليار دولار يساوي 358 مرة ميزانية تجهيز لنقل بالآية ونتساءل ترى ما الذي ستكون عليه وضعية الشعب الجزائري لو لم يتم نهب خيراته من طرف العزقر لتمويل حرب الانهاك ضد المغرب وصرفت على الطرق والقناطر والانفاق والبنيات المهيكلة بالجزائر واستمرارا في صرد تناقضات حكام الجزائر يكفي ان نذكر بخطاب كامل بالجدود وزير السكنة والتعمير الجزائري الذي سبق ان اعلن يوم 29 اكتوبر 2017 ان الجزائر تود اطفاء غضب الجزائرين بعد تأخر انجاز 217 ألف وحدة سكنية وكشف عن تعهود حكومة العزقر برصد 280 مليار دينار جزائري اي 2.4 مليار دولار امريكي لطي هذا الملف عام 2020 لكن اذا ظهر السبب بطول العجب فالميزانية المرصودة ضد المغرب من طرف العزقر الجزائري كافية لسنة واحدة لتمويل انجاز 700 ألف وحدة سكنية لإيواء الجزائرين القاتلين في ظروف حط بالكرامة الإنسانية وتبلغ المفارقة دروتها حين نستحضر ان الطلب السنوي في قطاع السكن بالجزائر يصل الى 200 ألف وحدة سكنية بينما الدولة هناك لا تنجيز سوى حوالي 80 ألف وحدة كل سنة رغم الاستعانة بالمقاولات الصينية والتركية اي ان العجز المقدر بالجزائر كل عام يصل الى 120 ألف وحدة سكنية وبالتالي لو ان العزقر الجزائري امسك عن التحرش بالمغرب وعن تمويل الحملات ضده لسنة واحدة فقط نقول لسنة واحدة فقط لأمكن له امتصاص مخزون العجز السكن بالجزائر المتراكم طوال خمس سنوات اما اذا عاد الرشد الى حكام الجزائر وانتصروا للحكمة واستفوا وراء الحق المشروع للمغرب في صحرائه فمن الاكيد ان 375 مليار دولار ستغير وجه الجزائر من بلد الجوع والعطش والفقر والحرمان والبطالة الى واحة يرفل في رفاهيتها الشعب الجزائر المغبون هو الاخر في حقوقه